بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إخوتي الطلبة سندرس في هذا الفصل ما يسمى بالتكامل غير المحدد فسنعرف هذا التكامل الرمز أو سنرمز لأسرة جميع دوال عكس مشتقة لدالة fx بالرمز عرف اس ممدوده fx بدx يساوي إلى f كبير x زائد ثابت حيث الف كبير x هذا ما هو إلا عكس المشتقة أي هو الدالة اللي إذا اشتقيتها نحصل على الف x أما السي الموجود في هذا الرمز فهو ثابت اختياري كيفي؟ يسمى الرمز هذا الحرف الاس الممدود برمز التكامل كما يسمى كامل المقدار هذا تكامل غير المحدد للدالة fx بالنسبة إلى المتغير x نركز هنا على أن هذا رمز إذن التعريف هو رمز إذن التكامل غير محدد هو رمز يرمز لأسرة كل عكس المشتقات للدالة fx بالرمز إذن نرمزه لكل عكس المشتقات أن كل عكس المشتقات للدالة f صغيرة x هي عبارة عن f كبيرة x زائد ثابت نرمزه له برمز علمي يساوي إلى f صغيرة x بdx برمز التكامل الرمز s هذا هو أول حرف من كلمة sum باللغة الإنجليزية وجرت العادة أن يرمز له بهذا لرمز التكامل غير المحدد وسنرى سبب هذه التسمية عندما سندرس التكامل المحدد سنرى أن التكامل المحدد يعتمد على مجموع ولذلك سمي هذا بهذا الرمز الآن باستخدام هذا الرمز سنحصل على جدول التالي لو عملنا الجدول هنا لنرى أي دوال نعرف مشتقاتها ودرسناها سابقا فإذا حطيت هنا f كبيرة x تساوي f صغيرة x وهنا الرمز f صغيرة x بdx يساوي إلى f كبيرة x زائد ثابت التكامل إذن بالاعتماد على هذا الرمز فهناك بعض الدوال التي تعلمنا اشتقاقها في الفصل السابق أو في المقرر 101 ريض ولهذه الدوال إن مشتقة الدال لx تساوي إلى العدد واحد فلو جينا وطبقنا هون هذا الرمز الف صغيرة x هي الواحد والف كبيرة x هي الـ x فلو وجدنا أنه تكامل واحد ضرب dx أي واحد ضرب dx هي تكامل dx واحد في dx هي dx يساوي إلى الـ f كبيرة هنا الـ f كبيرة هنا هي x إذا مناخد x ومنجمع لها ثابت إذن الـ f كبيرة هذه x زائد ثابت هذه أولا الدوال من المشتقاتها ثاني أشهر دالة وأشهر قاعدة هي ما هو مشتقة x زائد واحد على n زائد واحد ما هو مشتقة لو شرحنا هنا إن مشتقة x تربيع تأسيم 2 إن مشتقة x تربيع تأسيم 2 هي مشتقة x طبعا النصف يمكن إخراجه خارج جمس الاشتقاء ببقى معنا مشتقة x تربيع ومشتقة x تربيع هي 2x ويساوي إلى الـ x كذلك الأمر مشتقة x تكعيب على 3 تساوي إلى x تربيع ومشتقة x أس أربعة على أربعة هي x تكعيب وهكذا فنحصل على مشتقة x أس إن زائد واحد على n زائد واحد هي x أس إن زائد واحد نائس واحد هي x أس إن وهذا الكلام صحيح من أجل أي إن فقط باستثناء السالب واحد لأن عملية القسمة على سالب واحد سالب واحد موجب واحد يصبح المقام صفر والقسمة على الصفر عملية غير معرفة إذن هذا صحيح من أجل أي إن لا تساوي السالب واحد عندئذن نرى أنه f صغيرة هنا هي x أس إن والف كبيرة هي x أس إن زائد واحد عندئذن فإن التكامل x أس إن اللي هي f صغيرة x بdx تساوي f كبيرة والف كبيرة هنا هي n زائد واحد الف كبيرة هي هذه هي n زائد واحد تقسيم n زائد واحد زائد سابت التكامل أيضا لا ننسى أن ال-n هي أي رقم باستثناء السالب واحد الآن إذن هذه من الدوال اللي أخذنا اشتقاقاتها في ما يسمى بالمقرر 101 ريض كل هذه الدوال نعرف مشتقاتها أيضا من الدوال الشهيرة الدوال المسلسية أيضا فلو جينا إلى دالة الساين ما هو مشتقة الساين إن مشتقة الساين معروفة هي الكوساين وبالتالي فإن ال-f كبيرة هي sin وال-f صغيرة هي كوساين لو جينا هون حطينا ال-f كبيرة وال-f صغيرة في أماكنهم لحصلنا على تكامل ال-f صغيرة ب-dx ال-f صغيرة هي الكوساين ويساوي إلى ال-f كبيرة هي sin x زائد سابت لحصلنا على هذا التكامل الشهير أيضا الدالة المسلسية المعروفة سابقا والمعروفة مشتقة هي عبارة عن 4 طبعا الكوساين مشتقة هو سالب ساين فحتى أحصل على مشتقة الساين فأشتق سالب كوساين إن مشتقة سالب كوساين هو عبارة عن الساين فالساين هي ال-f صغيرة والكوساين هي سالب كوساين ال-f صغيرة الكبيرة فنحصل على تكامل sin x ب-dx يساوي إلى سالب كوساين x زائد سابت أيضا من الدوالة الشهيرة اللي مرت معنا إن مشتقة التنجنت هي عبارة عن سك تربيع x وبالتالي فإن السك تربيع هو ال-f صغيرة والتنجنت هو ال-f كبيرة فمنطبق الرمز فنحصل على تكامل سك تربيع x تكامل سك تربيع x ب-dx يساوي إلى تنجنت x زائد سابت كذلك الأمر الدالة الشهيرة مشتقة سالب كوتنجنت x هي عبارة عن كوسك تربيع x وبالتالي فإن الكوسك تربيع هو ال-f صغيرة وسالب كوتنجنت هو ال-f كبيرة عند إذن لو طبقنا الرمز لحصلنا على تكامل الكوسك تربيع x ب-dx يساوي إلى سالب كوتنجنت x زائد سابت التكامل أيضا ممكن من الدوال الشهيرة أيضا لدينا واللي منعرف مشتقاتها بشكل كويس تكامل مشتقة السك ومشتقة الكوسك فما هي مشتقة السك؟ الدالة السابعة السك x مشتقه هو عبارة عن نفسه السك x مضروبة بصديق السك والتنجنت عند إذن فإن السك بتنجنت هو ال-f صغيرة وال-sic هي ال-f كبيرة فلو جينا طبقنا على الرمز لحصلنا على التكامل التالي لو طبقنا حصلنا على التكامل التالي تكامل السك x بتنجنت x ب-dx يساوي إلى سك x زائد سابت التكامل إذن من معرفتي السابقة لبعض الدوال الشهيرة لمعرفتي بمشتقات بعض الدوال الشهيرة استطعت أن أكون الجدول التالي من التكاملات الشهيرة التكامل الأخير والمشتقة الأخيرة سالب كوسك x بعرف أن مشتقه هو نفسه كوسك بصديقه الذي هو ال-co-tanjent x الآن كوسك ب-co-tanjent هو ال-f صغيرة وسالب كوسك هو ال-f كبيرة عند إذن نحصل على تكامل كوسك ب-co-tanjent x ب-dx يساوي إلى سالب كوسك x زائد سابت التكامل هذا من معرفتي السابقة ببعض المشتقات فأكون وصلت بواسطة هذا الرمز إلى جدول بسيط من التكاملات الشهيرة شرحناه وممكن أن نجمع هذا الجدول كما نرى هنا هنا المشتقة وهنا عملية المكاملة هذا الجدول نحتاجه كثيرا فيما سيأتينا